موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى آخر محطة في هذا الصباح وتحت شعار رحلة الروح تنظم جمعية الكامنجاتي من رجال الموسيقى الروحانية والتقليدية وطريقة في الفترة من الثالث والعشرين من أذر ولغاية الثالث من نيسان هتحدث أكثر عن تحضيرات لهذا المهرجان مع منصقة المهرجان في الشمال كرمل صباح كرمل لساعة صباحك ساعة صباحك وصباح المشاهدين أهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا أنك أجدين من جنين كيف كانت الطريق؟ منيح الحمد لله طويلة؟ أه كتير معلش شكرا لوقتك أكيد بس إحنا كنا حابين نعرف عن هذا المهرجان وأكيد نعرف المشاهدين حتينا أكثر هذا المهرجان طبعا يقام سنويا من قبل الكامنجاتي ما الذي يميزه هذا العام؟ مهرجان فلسطين للموسيقى الروحانية والتقليدية بتنظمه لكامنجاتي السنة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وضمن يوم الثقافة الوطنية لوزارة الثقافة المهرجان السنة اسمه رحلة الروح المختلف شوي بهذا المهرجان أنه مش بس بضم عروض موسيقية أو لموسيقى روحانية وتقليدية وجواء صوفية وموسيقى صوفية وارتجالية كمان اللي بميز المهرجان أنه رح يكون في مداخلات فكرية ورح يكون في ورشات عمال ومعارض للصور وجولات سياحية في فلسطين جميل جدا وهذا حكينا وين رح يكون يعني طبعا الفترة حكينا في البداية يوم 23 غدا يعني رح ينطلق وحتى الثالث من نيسان هذا الزمان المكان هو المهرجان رح يكون بأغلب مدن ضفة رح يبلش من 23 بكرة 23 آذار رح يكون الافتتاح في مدينة نابلس رح يكون الافتتاح في اللي بميز المهرجان كمان أنه مش بس بالمدن الفلسطيني رح يكون في الأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين جميل لأنه فكرة المهرجان وهدفها بأنه يحيي الأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة في فلسطين من خلال عروض موسيقية تقام فيها مشان منه نشجع الفرق اللي جاي من بره كمان إنها تتعرف على فلسطين ونشجع أهل فلسطين نفسهم إنهم يزوروا هاي الأماكن الأثرية ويستمتعوا بالعروض الموسيقية طبعاً هاي كمان مهم جداً يعني هي قداش مهم نرجع للأماكن الأثرية خاصة في ظل إنه كتير الاحتلال عم بيسرق منها وبيهودها وبينسبها إله دائماً مهم نرجع لها ونحافظ عليها هي جزء من التراث مهم جداً كمان نرممها فما بالك لما تكون هاي الموسيقى الروحانية يعني متداخلة مع التراث وجزء من مسؤوليتنا مشان نحافظ على هويتنا الفلسطينية ونظل متبعين لهاي الأماكن الأثرية مشان يعني نظلها موجودة في فلسطين أكيد صحيح صحيح المهرجان زي ما حكينا إنه بكرة الافتتاح رح يكون في مدينة نابلس رح يكون في مؤتمر صحفي ع الساعة خمسة ببلش ورح يكون فيه معرض للصور معرض الصور بضم خمسة وستين صورة باللون الأسود والأبيض لمدينة القدس والحرم الكدسي وبتبع المؤتمر والمعرض الصور عرض لفرقة شغاف برضه هي فرقة فلسطينية بكمل المهرجان بأربع وعشرين الشهر برضه في مدينة نابلس بخمسة وعشرين الشهر بيكون في مدينة صبستيا رح نروح على قصر الكايد ورح يكون في غدا تقليدي زي مسخان للفرقة اللي هناك وللناس اللي بحبوا ييجوا ع سبستيا ورح يكون في الساحة الأثرية كمان في عرض ورح يكون في محاضرة لبروفيسور يوسف صديق جاي من تونس الله جميل جدا يعني فإحنا ندعو الناس أنه لزمان ما زار صبستيا بقدر الجمعة أنه يروح بخمسة وعشرين الشهر ويستمتع بالعروض الموسيقية ويتفرج على صبستيا بالفعل من أروع المناطق الفلسطينية يعني ارتفاع يعني تقع طبعا على ارتفاع عالي وفيها آثار وتاريخ حضاري جدا ولما منحكي مع هاي الموسيقى بتيجي التوليفة كاملة يعني موسيقى أوحانية مع مكان أثري هذا بخلينا برجعنا لأيام زمان أكيد عم نشوف كمان جزء من هاي العروض احكينا كمان مين الفرق الأخرى للمشاركة في المهرجان؟ هي الفرق جاي من الهند وجاي كمان من منغوليا وإيطاليا والولايات المتحدة وطبعا فرق فلسطينية رح تكون موجودة ومن تونس رح يكون في مداخلات فكرية للبرفسر يوسف صديق ورح يكون كمان دكتور خلدون بشارة ورح يكون بير جي رح يعطي محاضرات عن دور كيف منقدر نحافظ على الآثار والثروة المعمارية من خلال عروض الموسيقية ويوسف صديق رح يعطي محاضرات عن الثقافة والدين جميل جدا كرمل يعني واضح أنه فيه تحضير مسبق يعني لكل التفاصيل وكمان عم تاخدوا ألوان مختلفة من الثقافة يعني سواء الثقافة الفنية الموسيقية الحضارية التاريخية حتى المعمارية يعني مثل ما ذكرت قدش كان فيه طاقم كان فيه وقت كان فيه جهد لجمع طبعا يعني هاي النقاط المختلفة واضحة في هذا المهرج طبعا مزبوط احنا يعني مع كل مهرجان بنكون نحضر للمهرجان اللي جاي مع كل مهرجان بنكون قاعدين نحضر للمهرجان الجاي طبعا أخذ جهد كبير بس طبعا مش خسارة لأنه منه من نحي المناطق الفلسطينية طبعا منه منشجع الناس يزوروها ويحضروا العروض الموسيقية طبعا كلمة زي ما قلت في البداية أنه هذا جزء من مسؤوليتنا يعني طبعا مسؤوليتنا الوطنية ومسؤوليتنا الفردية كمان أنه نرجع لهاي الأماكن نتواجد فيها ونستذكر هذا التاريخ خلينا نشوف مقطع لفرقة شغف أيضا مع المشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالفعل إذن رحلة روح يعني واضحة جدا أنه قديش التسمية ملائم للموسيقى المعروضة طبعا شغف كلهم تعلموا في الكمانجاتي وأسسوا فرقة مظبوط أشغف أهم ثلاث شباب من جنين محمد خمايسة ولو أيبل عاوي وأدهم خمايسة بعزفوا عناي وقانون وعود نعم كيمو جرم تحية كرمل كنت بدأتي في نابلس وصباستيا يعني في رحلة العروض ومن ثم ما رح ينتقل المهرجان إلى؟ رح ينتقل لرام الله رح يكون في محاضرة وعرض في متحف محمود درويش ساعة ستة يوم السبت والساعة سبعة ونص رح يكون في قصر رام الله الثقافي رح تكون فرقة ديفانا من الهند وفرقة عمرا من منغوليا ورح يكون في عرض موسيقى جميل جدا أنا بنصح لكل أن يحضروا في قصر رام الله الثقافي سبت على السبعة ونص ورح يكون كمان بـ 28 الشهر نفس الإشي في كنيسة الرجاء الإنجيلية هيكون في عرض موسيقى تاني على الساعة ستة ونص كمان نعم جميل جدا وكمان احنا في حلقتنا اليوم حكينا أن الرجواء رح تكون شوي مشجعة رح يبلش الربيع بلشنا الاعتدال الربيعي فما في حج يعني طبعا فهذا كمان مشجع لكل الناس أنها تحضر في هذا اللقاء عادة كمان هاي المهرجان المهرجان اللي بتقيمه الكمانجاتي بيلقى حضور واسع يعني سواء من النخب الفلسطينية أيضا والناس الضواقة لهذا الفان كرمل حكينا عن طبيعة الموسيقى الموجودة يعني حكيتي عن فرق من الهند من منغوليا وعم ترجعينا نروح نحضر هاي الأنواع المختلفة من موسيقى نستمع لها قدش مهم أنه الواحد كمان يعني يكتشف هاي العوالم يكتشف موسيقى مختلفة هي موسيقى تقليدية يعني يمكن صعب نسمعها في ظل يعني هذا الاستهلاك الموسيقي الغنائي والكمانجاتي عم بتقدم لنا هاي الفرصة صح الكمانجاتي يعني استقطبت هدول الناس ودعدهم على فلسطين مشان نعرض موسيقى تقليدية من مجتمعات تانية يعني من الهند ومنغوليا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيطاليا مشان يفرجوا نوع جديد من الموسيقى ومشان الكمانجاتي تعزز فكرتها اللي من الأساس هي بلشت فيها في كيف إنها تنشر الثقافة الموسيقية بين الناس وبفلسطين فمن هون إجت الفكرة واستمرت طبعا نعم شو تتوقعوا للمهرجان والحضور خاصة أنه السنة كمان مدخلين أنتوا يعني إلى جانب هاي الموسيقى التقليدية في معارض صور في محاضرات وهذا كمان يعني بيوصل لجمهور مختلف أيضا أو لأكثر من جمهور صحيح هي شوية العروض يعني خلين عشان تكون مناسبة للجميع يعني ممكن الواحد بيحب العرض الموسيقي ممكن فيه فئة تانية بتحب أنها تحضر محاضرات ممكن رح يكون المهرجان كمان فيه ورش عمل عن صناعة الآلات الموسيقية فالواحد يعني ممكن أنه ينتقي ويختار إيش اللي بحبه اهتمامات مختلفة طبعا نعم بعد رامالله هل رح يكون في مكان تاني؟ طبعا بـ 29 الشهر رح يكون في جنين رح يكون في البلد القديم في جنين وفي مركز الكامنجات اللي أصلاً موجود في مركز يعني في البلد القديم رح يكون في الصيبات اللي هي منطقة البلد القديم في جنين رح يكون في عرض موسيقى على الساعة 6 ونص في مدرسة فاطمي خاتون اللي هي مدرسة أثرية يعني تعتبر في جنين الساعة 6 ونص رح تكون فرقة ديفانا وفرقة عمرا من منغوليا والهند عشان تعمل عرض موسيقي جميل جداً وكيف رح يكون الختام؟ ختام المهرجان؟ ختام المهرجان رح يكون في مدينة القادس رح يكون في عروض موسيقية برضو في البلد القديم في القادس ورح يكون ختام المهرجان في مدينة القادس طبعا العروض الموسيقية التذاكر بتكون موجودة في فندق القادس وفي المكتب العلمي في القادس أو في مراكز الكامنجاتي في رامالله وجنين وفي مركز بروجيكت هوب في نابلس كمان هذا مهم جدا لكل الناس اللي حابين يحضروا ويحصلوا على التذاكر أماكن تذاكر نقطة أخيرة كرمل يعني في ضل الأوضاع اللي نشهدها فلسطينيا ويمكن كمان مرينا في مرحلة صعبة كان في كتير من الأحزان والمقاسي كيف تشوفي دور الموسيقى أيضا كالكامنجاتي كيف تشوف دور الموسيقى في أنه هي نوع من فصحة الأمل هي نوع من فصحة الحياة يعني أنه ما بنقدر إحنا نتواصل بإشترار هذا الحزن وهذا الألم وإنما بحاجة لمخرج ربما نفرغ عنه خاصة لما بيجي بهذه الصيغة بصيغة أنه يعني مهرجان الروح يعني أو حديث الروح رحلة الروح أفوأ رحلة الروح صعب شوي المهرجان يعني فيه تحدي كبير أنه في جاي فرقة موسيقية من خارج فلسطين وبدها تجوب كل المدن الفلسطينية فإحنا مش بس مننشر في منطقة معينة أو مننشر بفرقنا الفلسطينية أو فرقة الكامنجاتي بس هي اللي رح تكون موجودة في المهرجان لا بالعكس إحنا بدنا نجيب موسيقى من برا نخليها تجوب فلسطين تكسر الحواجز تفوت المدن الفلسطينية وتنسيش أنه كمان لما نروح على القدس وعلى البلد القديمي إحنا منثبت ومنعزز من هويتنا من وجودنا في فلسطين فالموسيقى رح تكون يعني أداة لكسر الحاجز وأداة للمقاومة وأداة لنشر الثقافة في المجتمع الفلسطيني صحيح يعني واضح بالفعل أنه في أكثر من رسالة بيحملها هذا المهرجان يعني الرسالة اللي ختمت فيها يعني فيها التحدي والصمود والبقاء وأيضا في أنه العودة إلى هاي الأماكن الأثرية الأماكن التاريخية موجودة بفلسطين اللي بيقدر يروح على الجنين على نابلس يعني رغم الصعوبات كمان لازم نتحدى وليازم نكون موجودين وبنفس الوقت نستمتع بأنه عم نستمع لثقافات مختلفة كل الشكر لوجودك معنا كرمل في هذا الصباح أكيد نتمنى لك نهار جميل وشكرا أنك أجيتين من جنين شكرا لكم كل التحية مصبح على كل أهلنا في جنين شكرا لك شكرا أهلا وسهلا وشاريا بهك منكم وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا الصباح أكيد كل الشكر لضيوفنا اللي رفقونا اليوم في الحلقة وكل الشكر لكم على المتابعة مني ومن فريق العمل كل المنا بنهار جميل اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة